السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز في الجزء رقم 4 من الفصل السابع سنتناول البروبرتز ان دي امليكيشن اوف تيبكال الالمينيوم اللويز أي الخواص والتطبيقات الخاصة بسباك الالمينيوم في الحقيقة الجدول الموضح أمامنا يعبر عن أدل سباك الالمينيوم تنصي السترينز بالبيئة الصعاي يلد السرينز أي سترس الخضوع والألونجيشن نسبة للسطالة والأبليكيشن المختلف في الحقيقة السابيكة الأولى مثلا واحد واحد سفر سفر وجنبها أو علمنا من قبل أن الأو عبارة عن النيلينج وواحد واحد سفر معناها أنها بيكميرشة لبيور الالمينيوم قوة الشات 13000 PSI وليل السرينز خمسة آلاف والألونجيشن أربعين وتستخدم فيه الالكتريكال كومبونانس والفايل والفوت بروسيسيج أما سبيكة مثلا مثلا 300004 أو دي فيها واحد واثنين من عشرة مانجنيز واحد في المية ماغنيزيا قوة الشات 26000 PSI يلد 10000 والألونجيشن 25 وتستخدم فيه الكن باديز أي أجسام العبوات الكنز المعباب البيفسي وما شابه على سبيل المثال 5182 شرطة H وهذه عبارة عن سبيكة فيها أو قوة الشد على وجه التحديد 61000 والألونجيشن 4% وتستخدم في المارينة كومبونانس أي المواد أو التطبيقات البحرية وتعتبر هذه السبائك أي سبائك غير قابلة للمعالجات الحرارية وهي سبائك تشكل به أو تنتج به التشكيل أما السبائك التي تنتج به التشكيل وهي عبارة عن 2024 أو 2024 كما نسميها شرطة T4 دي فيها 44 من 10 كبر والشد 68000 والألونجيشن أو اليلد 47000 أما الألونجيشن 20 وهذه تستخدم فيه الأيركرافت سكينز عفوا أي الهياكل الطائرات أما السبائك 75 تي ستة وفيها 5 و 6 من 10 في المية زينك و 2.5 في المية مغنيزيوم قوة الشد 83000 وقوة الألونجيشن عفوا الييلد السريست 73000 والألونجيشن 11 في المية أما الكاستينج ألوي كما نرى فهي عبارة عن ثلاثة أرقام فقط كما إسلافنا فيما سبق مثلا 201 أو 20 أو 211 تي ستة فيها 4.5 كبر وقوة الشد لها 70000 والييلد 63 والألونجيشن 7 نلاحظ اختلاف الألونجيشن من المواد أو من العناصر أو من السباك الكاستينج ألوي عن السباك الروت ألوي الروت ألوي في الحقيقة إن قوة الالونجيشن كبيرة وهذا يعبر أن هذه السباك بها داكتليتي أو مرونة مما يتيح لها الفرصة في إمكانية إنتاجها بالتشكيل أو تكون قابلة للتشكيل أما السباك الكاستينج ألوي إذا لاحظنا تكون الألونجيشن من نسبة للإستطالة بسيطة وبالتالي يعني أنسب طريقة لإنتاجها هي الكاستينج أي عملية الصهر والسب